الناس لا يمنون بالطورة ويمنون بالحراك الذي هو في صح فارغ من حتى هدف معين هذا المرحلة الانتقالية أفضل عندما كان هناك أزمة سياسية في الدولة في العالم يجبون مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية يجبون الأكتور تشترك بالجوارب للجميع المتحدة كما تكون مدينة وكما تردون المطابق ومن تردون الوحدة بمعرض لكي يجعلون المتحدة هذه هي الانتشارة هذه الانتشارة الانتشارة لن تفهم لأنه لا موجودة مع الانتشارة شعب ترعليه يدير معه هو بعد لترانزيسيون مع نفس النظام موحان سيكون نانس اللي الباح يقصر فيك ويديك الحبس تقعد معه في الطابلة ويدير ترانزيسيون عندكم لوكاف سودان عندكم أي دولة صارت فيها ترانزيسيون من نوع هذا كلات بعضها لذلك الناس اللي يديروا لترانزيسيون مع نظام مجرم ما معنتها؟ ما معنتها جايين على مصالح جايين ينقوصي ومصالح جايين الشعب كاكبش وينقوصي وهم المصالح انتهم هذه هي ترانزيسيون ما ترانزيسيون ريالة؟ ترانزيسيون ريالة صح يتقوم بطورة القيادة التورية تقضي على النظام هذا وتتمكن من الحكم تقوم بمرحلة انتقالية المرحلة انتقالية هذه وشي كتبه أولا تثبيت المؤسسات استابيلات الأنستيشيون يمكن المؤسسات تواصل المهام من تحاكم الصحة الدفاع حفظ الأمن العدالة المؤسسات استراتيجية زون كتروليفر غازيار ايكوناميك اكترا الابور الابور ثم في المرحلة الانتقالية يتم الاتفاق على اتجاه بموافقة مع الشعب الترانزيشان تأتي بين القيادة التورية وبين الشعب والنخبة من الشعب هذه قيادة التورية مع نخبة من الشعب يحطوا الأعمدة يمثل تعلق الاتجاه سيئسيلي راحيينو الغرق المراحيم انا ضم تعالي تريد تربح تحرر تحرر تريد تريد جيد سيئسي تبديل المؤسسات كي لا تقديل الحركات لتحفظ الأمن والدفاع الوطني بالموضوع الإيروبار بمعارض اللغة الإيوارات والتركيز ومثلت يوم التجاه ومالاتجاه نتقل ما سوف نفعله ومعنى هذه العدلة وما هي القوانين التي تخرج علينا كيف سوف نفتح المجال السياسي لا يكون احتكار للسلطة مرحلة انتقالية تسمح بالهدوء التام وتنظيم الدولة الجديدة لكن النظام هذا كيف يفعل؟ بالطبع مع الانجنكسيات الماكران والتجميع قلناها لكم هذا دو سمين أفضل يريد أن يساكد الشعب وإنهاء الأحزاب الذين يعملونهم لأن الأحزاب في الجزائر يجب أن يعملون أيضاً المناصب الشكرة أيضاً يجب أن يكون في طابلة ويقعد معهم يجب أن يأتي بديهم ويأتي بديهم ويضعهم كميسيات المرحلة الانتقالية ويبدأون أن يعمل حوارات ويجبونهم داخلين وخارجين هذا مكان يجب أن يبيعهم في صوق الدلالة لذلك المرحلة الانتقالية يجب أن يكون في معركة سياسية يجب أن يكون مرحلة الانتقالية لأن البرلمان يكون مكانش سيناء يكون مكانش دستور يكون مكانش لأنه لا يكون سياسية قد يقيم مكان في مثل مكانش أو سياسة ما سأعيد سودان ما سأعيد الربنا ما سأعيد الكرام أو مكان سأعيد لا مكانش مكان الجيورج يجب علي الشعب أن يفهم أن الطورة السياسية أصعب من الطورة المسلحة العسكرية لأن الطورة المسلحة العسكرية لديك سلاح وانتها السلاح وطاق على المنطقة لكن الطورة السياسية فيها ديزاكتر ومعطيات مبهامين بزاف هما معطيات حقيقيين بالصح تثبت منهم وعر هذا يقتضي حنكا سياسية كبيرة وتفاعلات ركتفات أكثر ركبًا في حالة التشعبات في قضية نيوكولونياليزم لا نحن أحدنا. لا نحن جزائري في جزائري نرى جزائري مع جزائري خائن ومن وراء الجزائري الخائن كإن قوة عضمة استعمارية بكل القوة تحتها براهمها مخابراتها التسلطة انتحها الاهدف انتحها كل ما انتحها بصلا هذا شيء ما يخوفناه بصلا القوة هذه اللي من الوراء كي تلقى بالطورة حقيقية كي ما هو قاعد يشوف فيها درك المستعمر تعد زاير كي ما هو قاعد يشوف فيها درك بالكينا قوة قاعدة تتعصمها للسياران توري حكم ميدان التورى للسياران ما قاعدش في التنديد موش يوندد آه السياران موش يتهم قاعد يبكي موش يوند رجل ومرأة طالبوا بحقوقهم بها يديهم مش يطالبوا ينتزعوا حقوقهم ذنك طورة سياسية باش ينتزعوا الحقوق نتعنا لأنه هادو هادو خوانات والخوانات هادو يخدموا تحت الاستعمار عمرو لالخيين فات بلادو ضاير جمه كاش الخيانة غمرو على تكون الاستعاد مستعمارات ديما الأستعمار نجاء عطارق الخيانة ويستعمل الخيانة والقضاء على الخيانة قضاء على الاستعمار هذه هي الترانزيسيا الناس يجب أن يفهموا حاجة فهموا كلمة ديمقراطية لا يقول لكم ماذا هي الديمقراطية حرية لا الديمقراطية الانتخاب ترانسبرانس سوف تقول لهم ما يفوته لأننا يفوتها كنت ربيا لا تقلق لا تقلق شعب لا يزال جاهل لا تقلق الفوت فكرة واحدة قراء لا تقلق الناس الذين لا تقلق رجلها لغوش من رجلها لدروات هي التي تقلق في اتجاع البلاد السياسيا ويقول لهم ما أحبته بصحة هذه هي حقيقة الوضع يوجد بلاد فيها الجهل بثاف يلحق الله الميت انتاعه والذين لا يوجد معنا السفراج الانتخاب يجب أن يكون السفراج يعني تصويت مواطنين وعيين اللي ما عندوش الوعي تصويت انتاعه يعتبر ضرر للحقوق ضرر للديمقراطية الحقيقية مرحلة انتقالية مستحيلة مع النظام هذا ولم يكن هناك شيء اسمها مرحلة انتقالية كانوا فيها الأنظمة طاغية شركة كانت فيها ديكتاتور سيلارات بارتونال وسموهم مرحلة انتقالية هذه كيسموها نيغوسياسيو بين جماعة ما عندهش البوفور وجماعة عندها البوفور باش يقسموا البايع لظهر الشعب اشتركوا في القناة